السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نونة هندماد يارب تكونوا بخير إن شاء الله الفيديو النهاردة من مشغولات الكوريشي نعمل فيديو سهل وخفيف إن شاء الله يعجبكم وبسيط هنعمل سكارف بشكل حلو وعنيت جدا للبنات أو للسيدات وكمان هو مناسب لأي واحدة لسه مبتدئة بتعرف الغرز الأساسية اللي هي السلسلة والحشو ونص عمود بإذن الله تقدر تنفذ المشروع دوت معنا أنا هشتغل بخيط هو متوسط السمك هو متوسط السمك الشلة دي وزنها ميت جرام طول الخيوط أو الأمطار فيها 210 متر هو خيط حلو أنا مجربة كتير بيطلع نتيجة كويسة أو في الشغل هنشوف مع بعض هنبتدي إزاي أنا هبتدي بسلسلة طبعا أي حاجة بنبدأها في الكروشي بتكون بغرزة السلسلة هبدأ بعدد من السلاسل بحيث يقبل الإسمة على اتنين زائد واحد يعني مثلا من مضاعفات العدد اتنين أنا هبتدي مثلا بمتين سلسلة زائد واحد يبقى متين وواحد عدد يقبل الإسمة على اتنين زائد واحد طبعا ده غير سلاسل الارتفاع اللي احنا هنشتغلها على حسب نوع الغرزة اللي احنا هنبتدي بيها او هنشتغل بيها لكن الطول المناسب اللي ينسبك تقدر تعمليه أنا هعمل حوالي هو طبعا سكارف أنا مش عارفة انه قلت في الاول تقريبا ولا لا سكارف الطول بتاعها هيكون حوالي من مية وعشرين ل مية وخمسة وعشرين سمتي على حسب برضو رغبة كل واحدة فيكم وبعدين بتختاري الخط اللي ينسبك والألوان اللي تنسبك بالنسبالي أنا هشتغل متين متين غرزة سلسلة دول عملولي حوالي مية وخمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين سمتي مية وخمسة وعشرين سمتي متين سلسلة زايد واحد هقسمهم ازاي طبعا قرص السلسلة كلنا بنعرفها وموجودة طبعا في فيديو منفصل هنقسمهم ازاي هيبقى عندي مية سلسلة في الاول تمام وبعدين السلسلة الزيادة اللي أنا أخدتها هتكون ما بين المية والمية يعني أنا عندي متين سلسلة مية ومية والسلسلة الزيادة هتكون في النص هتكون في النص يبقى مية ومية متين وواحد في النص تمام يبقى دولة كده الاتنين متين وفي النص سلسلة دي بداية شغلنا طبعا الخطوة اللي بعد كده انا هشتغل بغرزة النص عمود حابة اشتغلي بالعمود ما فيش مشكلة حابة اشتغلي بغرزة الحشو برضو ما فيش مشكلة وباي غرزة انت حابة تعملي هشتغلي انا هبتدي بغرزة النص عمود هرتفع طبعا بعد ما اخدت الغرز بتاعتي والطول اللي انا عايزاه هرتفع اتنين سلسلة واحد اتنين دولار ارتفاع النص عمود وهبتدي طبعا في اول سلسلة من المتين اللي هي بالنسبة لقدامي دلوقتي تالت واحدة هاعمل غرزة نص عمود الناس اللي بتقول ان الخيط بيطلع مشدود منها او الشغل بيطلع مشدود منها نريح ادينا في الشغل ما نشدش الخيوط وما نشدش على الابرة باجي في اللي بعدها وهاعمل برضو نص عمود باخد لفة وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبطلع وبسحب وبعمل نص عمود لفة وبدخل بمشي بالترتيب في كل الغرز وبعمل لفة كمان وبخرج منهم كلهم مرة واحدة اللي بعدها بنفس الشكل كمان اللي بعدها بنفس الطريقة وهستمر بنفس الشكل لغاية ما اوصل للعلامة اللي انا حددتها اللي هي بعد المية اللي المية واحد واحد وارجع لكم تاني وكده دي اخر غرزة معاية في المية غرزة اللي انا بدأت بيهم والدور دلوقتي على الغرزة الزيادة اللي احنا اخذناها في الاول اهي مش هعمل فيها غرزة النص عمود واحدة انا هعمل فيها تلاتة نص عمود هده اول واحدة اتنين تلاتة يبقى الغرزة الزيادة اللي في النص انا عملت فيها تلاتة نص عمود وهنكمل برضو بنفس الطريقة باقي المية غرزة اللي باقين معايا من السلاسل هشتغل فيهم برضو كل سلسلة هعمل فيها نص عمود هده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والاخر السطرة هنكمل نص عمود في كل الغرز بس غرزة واحدة بس في كل سلسلة غرزة نص عمود واحدة كده السطر الاول خلص وهنبتدي نرتفع علشان نعمل السطر التاني بس في الاول هسحب الخيط دوت الزيادة ده من هنا كده هنرتفع سلسلتين اتنين سلسلة واحد اتنين وهنلف الشغل عادي خالص وقلنا نشتغل طبعا بغرزة نص في العمود فارتفعنا اتنين سلسلة والخط الزيادة ده انا هاخده معايا في النص بس هشتغل في الحلقة الخلفية طبعا غرزة النص عمود اللي تحت لها طبعا من فوق هي زي ما احنا شايفين ضلعين اده الضلع الخلفي اهو ده الضلع الامامي اهو قدامي وده الخلفي انا مش هشتغل تحت الضلعين انا هشتغل في الحلقة الخلفية هاخد لفة على الابرة وهدخل في الحلقة الخلفية من فوق كده وهسحب وهعمل نص عمود وهاجي برضو في اللي جانبها وهدخل في الحلقة الخلفية لحرف الفي بتاعي اهو بالشكل ده هاقص الجزء الزيادة بس من الخيط بشتغل في الحلقة الخلفية اخد لفة وهدخل في الحلقة الخلفية وهعمل برضو غرزة نصف عمود وبستمر في الحلقة الخلفية لغرزة النصف عمود اللي في السطر قبل كده لغاية ما اوصل لي التزايد اللي انا عملته في النصف اللي هما التلت تلت غرز نصف عمود اللي احنا عملناهم في النصف وبعدين نرجع لكم تاني زي ما احنا شايفين كده دولة التلت غرز اللي احنا اشتغلناهم في غرزة واحدة التلت غرز نصف عمود اهم واحد اتنان تلاتة موجودين في غرزة واحدة انا اشتغلت في اللي قابلهم كلهم نصف عمود كل كل الغرزة فيها غرزة بس في الحلقة الخلفية دلوقتي انا وصلت للتلت غرز اللي انا اشتغلتهم في مكان واحد ولو مش قادرة تميزيهم تقدر يتحددي عليهم بمركر انا دلوقتي هعمل ايه التلت غرز دوله هادخل في اول واحدة وهعمل نصف عمود برضو في الحلقة الخلفية تاني واحدة هي اتنين تلاتة اهم واحد اتنين تلاتة اول واحدة هعمل فيها نصف عمود عادي خالص من الحلقة الخلفية تاني واحدة هي اللي انا هعمل فيها برضو تلاتة نصف عمود زي ما عملت في السطر اللي قبل كده واحد اتنين تلاتة اللي هي الغرزة اللي نصف تالت واحدة اهي هعمل فيها نصف عمود بمنتهى البساطة خالص واحد بس تمام انا كده اشتغلت في التلات غرز الزيادة اللي انا زاودتهم في النصف هيجي عندي بقى الميت غرزة اللي في الناحية التانية دولة كله غرزة عادي خالص بمنتهى البساطة اهي هادخل في كل واحدة وهعمل نصف عمود في الحلقة الخلفية بالشكل ده يبقى الناحية اليمين والناحية الشمال زي بعض لكن اللي في النصف تلات غرز نصف عمود في الحلقة الخلفية هشتغل في الاولى نصف عمود وفي الاخيرة نصف عمود وفي الغرزة اللي في النصف لرقم اتنين دي هشتغل فيها تلات غرز نصف عمود علشان تعمل لي الزاوية دي ولغاية اخر السطر هنعمل غرزة في كل غرزة نصف عمود واحدة في كل واحدة لنهاية السطر وصلت لنهاية السطر كل غرزة فوقيها غرزة بس في الحلقة الخلفية هرتفع اتنين سلسلة واحد اتنين وهلف الشغل بتاعي خالص اهو وبرضو هعمل نصف عمود في الحلقة الخلفية في كل الغرز اللي بتقابلني لغاية ما اوصل للتزايد اللي في النصف اللي هما التلات غرز مع بعض بنفس الشكل ده كل غرزة اهي هاجي في الحلقة الخلفية وهعمل نصف عمود بالشكل ده لان لغاية ما نوصل للتزايد اللي في النصف وصلنا دلوقتي للتلات غرز اللي هما مع بعض في غرزة واحدة اللي هما تزايد اللي انا عملاهم في النصف اول واحدة فيهم هنعمل نصف عمود تاني واحدة هعمل فيها تزايد واحد اثنين تلاتة تالت واحدة هنعمل برضو فيها نصف عمود بس وهنمشي بنفس التسلسل لنهاية السطر اهو نصف عمود في كل غرزة كل نصف عمود بيقابلني بعمل فوقيه نصف عمود بمنتهى البساطة طبعا انا بشتغل اهو في الحلقة الخلفية في الجهة التانية من السكارف يبقى انا الجزء اللي في النص ده فيه تلات غرز اللي هي الغرزة الزيادة اللي انا زودتها في الاول حطيت فيها تلات غرز نصف عمود هيبقى عندي الاولى والتانية مش هعمل فيهم تزايد هفضل فيهم كل مرة هعمل واحدة والغرزة رقم اثنين من التلاتة هما دولا هي دي اللي انا هعمل فيها دايما التزايد بتاعي تلات غرز في الغرزة رقم اثنين ولو مش هعرف احددها دلوقتي اهاه ادي واحد اثنين تلاتة هي دي اللي هيكون فيها التزايد اللي هي رقم اثنين ادي اول واحدة تاني واحدة تالت واحدة هيكون فيها التزايد وهستمر لنهاية السطر بغرزة النصف عمود بمنتهى البساطة وصلت لنهاية السطر التسلسل وبنفس الشكل هرتفع برضو اثنين سلسلة واحد اثنين وهلف الشغل بتاعي بمنتهى البساطة وهاشتغل في الحلقة الخلفية نصف عمود في الغرز اللي بتقابلني ها هياخد لفة على الابرة وهدخل في الحلقة الخلفية واللف تاني وهخرج منهم مرة واحدة بالشكل ده نصف عمود في كل الغرز اللي بتقابلني فين في الحلقة الخلفية ودي ابسط طريقة تعملي بيها السكارف بمنتهى السهولة والاي حد مبتدى هستمر في في السطر دوت السطر التالت لغاية ما اوصل للتزايد اللي انا عملته هنا الثلاث غرز اللي انا عملتهم في النص اهم عندي واحد اثنين تلاتة لما اوصل لهم هعمل ايه اول واحدة فيهم بتقابلني هعمل فيها نص عمود تاني واحدة لو بتطلق بطي هتحدديها كده بالماركر بالماركر ده بعلامة الغرز وتعملي فيها برضو تلات غرز اللي هي هتكون في النص تالت واحدة فيهم هيكون فيها غرزة واحدة يبقى الاولى والاخيرة غرزة واحدة عادي زيها زي بقية السطر اللي في النص فيهم اللي هي رقم اثنين دي اللي انا عمل فيها التزايد اللي فيها تلات غرز نصف عمود عادي بمنتهى البساطة زي ما احنا شايفين نصف عمود عادي خالص مفوش اي حاجة وبعدين باستمر تاني احنا كنا عاملين 200 غرزة طبعا 100 غرزة زاد عليهم غرز التزايد هنا هنكملهم كلهم لغاية نهاية السطر بالنصف عمود ولكن مش عمود عادي لا نصف عمود في الحلقة الخلفية وهبتدي ارتفع بالاسطر لغاية ما اوصل للعرض المناسب للسكارف او للكفية على حسب ما تسميه وبعدين نرجع نركب نكمل شغلنا ونركب كرات البنبو ده شكل السكارف بتاعنا بعد ما خلص انا ارتفعت بالاسطر اهو كده عملت اتناشر سطر حوالي تلاتاشر ونص سنتي او ممكن اربعتاشر سنتي العرض بتاعها طبعا احنا قلنا في الاول كل التفاصيل ودلوقتي هبتدي اهو ده شكلها من هنا وده كده من الطرفين اهو انا دلوقتي الخطوة الاخيرة اللي انا هعملها ان انا هركب من في الاطراف من هنا كرة البنبون بس انا هركبها من اللي هي الفرو دي تقدر تعمليها من الخد اه عايز اقول بس ان هي اخلت معي المقاز توت اخد شلة من دي شلة من خيوط قليز اللي احنا قلنا مقازها طبعا مئتين وعشرة متر ومت جرام الوزن ونص دي تقريبا اللي باقي من الشلة التانية حوالي نص الشلة لان طبعا ما اخدتش كرات البنبون منها انا عملت اللي جبت كرات البنبون اللي هي الفرو هناعمل ايه? انا هاجي هنا من الطرف وهاجمع الطرف دوت كده بابرة التنظيف وبنفس شكل الخيط اللي انا بشتغل به وهجمعها كده مع بعضها اهي وهبتدي وهبتدي اقفلها بس هربطها كده للتأمين اكتر وكل الخيط دي انا بدريها اصلا في في الشغل معي بالشكل ده وهاخد كرة البنبون بتاعتي وهركبها فيه برضو بابرة التنظيف بنفس الطريقة حاجة سهلة وبسيطة مش هتتعبك يعني وكمان الموديل ده ما بياخدش مااخدش مني خيط كتير هنسبت كرة البنبون بس كويس طبعا هتتغسل وهتتلبس فعلشان نكون مجمدين علي بخفي بقى الخيط بتاعي دوت في النص كده ما بين الغرز هو طبعا من نفس اللون ده كده الطرفين كده هي بيت جاهزة اهي ده شكلها لو لو بصينا ده الشكل اهو بعدين المسلس اللي في النص ده اللي هيبقى في النص وده الجزء التاني الطرف التاني اهو بالشكل ده ده شكلها النهائي يعني ده شكلها النهائي هتتلبس كده بنفس الطريقة وبنفس الشكل هيكون ده طبعا اللي هي في منطقة النص كده في منطقة السدر وده هيتلفي كده حوالي الرقبة والجزء ده برضو هيتلفي كده هيديني النتيجة دي اهو شكله جميل وشكله رائيه وقانيط جدا ومميز وكمان لو انت مبتدئة ومش بتعرف غير الغرز الاساسية ما عنديكش فكرة عن الغرز التانية تقدري تنفزيه بمنتهى البساطة اهو يارب يكون سهل وواضح ويعجبكم اه اتمنى تقولولي رأيكم في التعليقات بشكركم جدا ياريت تشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوا القناة وما ننساش مفتاح الجرس بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته